موسيقى أصدقاء المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر إذاعة صوت لبنين مع حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر رح نضوي فيها على شو عم تعمل نقابة أطباء الأسنان في بيروت يعني مستعج للنهار الأحد تمضي على ميزانيات مشبوهة وفيها أرقام مغلوطة هيدا برسم المعنية رح نضوي على هالنقطة وعلى هالملف بالذات اليوم مع رئيسة ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتابة دكتورة ميلي حيك رح نفتح كمان ملف المستشفيات اليوم الملف كتير مهم لأنه عم تعلق الأصوات المرضى اللي عم تكون على أبواب المستشفيات بس فيه مستشفيات عم تشتغل بضمير وإنسانية كمستشفى وفيه مستشفيات كمان مش عم تستقبل المرضى بالعلن شيء وتحت الطاولة شيء اليوم خلينا نحكي عن ملف المستشفيات تابع إن كان بموضوع هجرة الأطباء إن كان شو عم تعمل المستشفيات لحتى تصمد إن كان على مستشفى أوتال ديو كيف عم بتجابها الأزمة هي اللي جابها هات أزمات بتاريخها الطويل اليوم مع ضيفنا مدير مستشفى أوتال ديو والشبكة الاستشفائية للجامعة اليسوعية نسي بناصر قبل ما نفتح الملفات خلينا نحكي عن اللبنانية اللي عم بيهربوا من ظلم البحر من ظلم البر اللي يغرقوا في البحر نعم فاجعة جديدة بمسلسل الموت هربا على مركب ومراكب الهجرة غير الشرعية اللي ما هزت له هلأ ضمائر المسؤولين بالدولة اللبنانية نعم هزت المواطنين باللبنان والعالم شو عم بيصير نعم مركب حامل العلم اللبناني أبحر من على شواطئ المنية الشمالية وعلامتنه ركاب من جنسيات مختلفة رغم كل المصاعب اللي عم بتواجه المهاجرين غير الشرعيين ورغم خطر الموت المتربس فيهم وبعدهم اللبنانية مقررين يهاجروا من البر للبحر على حساب حياتهم بوقت البسبورات مش بمتناول يدهم من يتحمل المسؤولية؟ هيدا عنوان كبير والسؤال كبير كل يوم عم نطرحه نعم من يتحمل المسؤولية مسؤولية غرق المواطنين اللبنانيين في بحور المقاسي إن كان على البر أو في البحر ضيفتنا اليوم رئيسة ندوة أطباء الأسنان بحزب الكتابة دكتورة أميلي حيكون رئيس السابقة للجنة المالية بنقابة أطباء الأسنان في بيروت أهلا وسهلا فيك صباح الخير ستنوال اليوم في ملف كتير كبير يعني دعت نقابة أطباء الأسنان في بيروت اليوم إلى جلسة نهار الأحد لتمضي على ميزانيات غير قانونية وفيها كتير من الإنة أطباء مخفية وأرقام مشبوهة برأيك ليش هلا؟ لأنه ما عنا قضاء يعني ما شي حاله ليش استعجلت تتمضي على ميزانيات عمره ثلاث سنين؟ هيدا الميزانيات مثل ما عم تقول ستنوال عمره ثلاث سنين هي ميزانيات لـ 2019 عشرين وواحدة وعشرين نحن أول ما كانت رئيسة لجنة مالية بهذه الفترة من أول سنة كشفنا أنه في أرقام مشبوهة مسجلة بمالية النقابة بلشنا نكتشفها عبر الدريبة على الفوائد المحصلة بفترتها هاللي لازم تكون بقيمة سبعة بالمية ومساجلينها بقيمة سبعة وعشرين بالمية الفرق العشرين بالمية وين راح؟ شو هو؟ وليه مسجل بقيود النقابة تبعنا الموضوع وليه حقناه؟ توصلنا على كشفات الحسابات حسابات المصارف ووضعناها مقابل كشفات حسابات النقابة وتبين أنه مش بس الفايدة والضريبة مش بمحلهم تبين أنه كل الكيود ليست بمحلهم هلأ شو يعني إجعبالهم ليدعوا إلى جلسة أو جمعية عامة استثنائية نهار الأحد؟ ليش يعني بهالتوقيت بالذات؟ لربما طيعتوا براءة زمة والاستفادة من الوضع أنه القضاءات معتكفين هني بحاجة لبراءة زمة لشو هلأ؟ أي ميزانية بأي نقابة بتنترح على الجمعية العامة هي لأخذ موافقة المنتسبين إلى النقابة وهي بتكون إجملة بما سيبت براءة الزمة تاي بروا زمة المجلس اللي سبق وكل المسؤولين اللي كانوا بفترتها بس عنا 2019 عنا 2020 و2021 مش لازم كل سنة بسنة يعني تطلع براءة زمة صحيح بس من وقت ما كشفنا الأرقام المشبوهة من بعد ما كشفناها وكشفنا هالكشوفات الحسابات ومأيد أرقام كبيرة مسجلة تحت اسم ضريبة عم تتمرأ هون صار فيه طرح من مدائق حسابات النقابة رغم أنه له زمان بقلب النقابة من 2016 طرح أنه ينعمل تعديلات على الأرقام ولكن الخطر بالموضوع أنه هيدا التعديلات بتتضمن إلغاء كيود والأيد كل العالم بتعرف أنه ما بيلتغى بنعمله عكس أيدي وبدو يكون فيه بالمقابة مستند بيثبت وجود الأيد المشكلة أنه هيدا الأرقام والمبالغ المسجلة بمالية النقابة عم ينطلب شطبة إلغاء كايد من دون ما يكون إلا فاتورة اللي من بدون ينشطب بهيك مبالغ هالمبالغ السؤال وين عم بتروح نعم ما في مراقبة لها أنه كل واحد من إيده إله من شن هيك الموضوع بوقت رفعته للقضاء عملت دعوة وإجا القضاء ووضع إيده والقضاء بعت خبير وختم كل مالية النقابة بتسعة تسعة لألفان وعشرين يعني مالية لألفان وتسعتاش ومالية لألفان وعشرين اللي هلأ مطروحين للجمعية العامة لأكرار الميزانيات ختمن بعبارة لا تبدل أي ما حدا إلو حق يمس فين بأي رقم أو يبدل فيه أو يغير فيه أو يشطبه ولكن للأسف المجلس النقابة الحالي والنقيب أطعوا هيدا التعديلات وبيهموني أطعوها بالجمعية العامة حتى وهي هيدا التعديلات فيها ألف وثلاثة وتبينين تعديل منشان هيك في اتنين من أعضاء المجلس بسجلية النقابة بسجلية النقابة في اتنين من أعضاء المجلس قدموا استيقالاتهم وهن البروفيسور يليس معلوف والبروفيسور فيليب حاج قدموا الاستيقالات لها السبب تميش هدو زور على اللي عم بيصير بقلب النقابة وبالتعديلات اللي عم بيصير زور زور زبق الفضل قبل يعني كم مرة حاولوا كتير كان في محاولات عديدة لتمريرة أكيد ما كنا نخليها ما كنا نخليها كان في مين يقف بوجون صحيح صحيح ولكن اليوم مطلوب من الأطباء يوم 25 الأحد أنه هيدا هيك ميزانيات ما تتقطع مش مطلوب أنه نحنا نعطي براءة زمة مطلوب أنه الشخص المسؤول عن كل هيدا الحسابات يتحيسب نعم بس اليوم ما قلنا نحنا لأن القضاء معطل جربوا قبل ما مشي الحال هلا القضاء معطل بيمشي الحال بس إذا يعني هالأرقام مشبوهة وهالأرقام غير قانونية وفيه كمان دعاوة ودخل القضاء وضع يدو على هالملف كيف بيقدروا اليوم ياخدوا براءة دمة بهالجمعية نهار الأحد كيف بيقدروا؟ صراحة ست نوال فيه كمان صعوبة لأنه تقرير المدائي أي نقابة بدا تروح على جمعية عامة لإكرار ميزانية بدا تعتمد على تقرير المدائي وتقرير المدائي حسب الأصول فيه باراقراف العنوان تابعه بيكون إبداء الرأي بيبدأ رأيه بسهو ويأبدى رأيه ولكن ضمن إبداء الرأي كمان لازم يأكد على صحة الأرقام ولكن تقرير المدائي يلي ذهبوا فيه إلى الجمعية العامة الرأي وموجود معنا عدم إبداء الرأي بيذكر الأسباب وبيقول للأسباب المذكورة ما بيقدر أكد صحة الأرقام بس قانونياً بيقدر يمرروا لا اليوم المدائي لازم يبدأ رأيه الأرقام صحيحة أو غير صحيحة ولكن بما أنه ما أنه قادر يعطي رأيه يعني في علامة استفهام كبيرة وإذا المدائي ما أنه قادر يعطي رأيه الأطباء كيف مطلوب منه يعطي رأيه ويصوتوا على هيك ميزانيات بس معولين اليوم على الأطباء أنه ما يصوتوا كأن عندك معلومات أنه ممكن يمرؤ هالشي نهار الأحد للأسف أنه الأطباء إجمالاً ما بتهتم كتير بالجمعيات العامة الاستثنائية يعني ما بتعرف البيضة والتقشيرة شو عم بيسي صحيح صحيح مثلاً آخر ميزانية قطعت بي سنة الـ 2018 كان في عدد كتير قليل يعد على أصابع اليد من يلي وفق أو رفق لأنه بتصير بمنحدر وبوقت حتى اتمررت ضريبة على الفوائد بقيمة 29.6 بدل 6% وكيف قطعت وكيف مشيت صر لزمان نائبتنا بينحكى بفساد من سنين طويلة ولكن ما إجا ولا وقت ينحط حد لهالفساد نحنا اللي طالبين ويوم الأحد الأطباء يكون عندهم وقفة كرامة من شانهم من شان حقوقهم هيدا أموالهم بالنتيجة حتى ينوضع حد لكل هالتجاوزات المالية اللي عم بتصير يمكن حدا عنده حق الرد بده رد ما لي يعني رح نعطي رقم الواتساب كل على 76 611 001 ومنتأمل اليوم من الأطباء نحنا معاولين يعني على الأطباء بدنا نزيها بدنا شفافية لازم من الجسم الطبي لازم من الجسم القضائي لازم كمان من المحامين يعني هن هالنقابات نحنا معاولين عليهم أنه يكافحوا الفساد ويوقفوا بوجه الفساد مش يمرروا الفساد بين نقاباتهم يعني إذا يعني اليوم النقابات بدا تكون شاهد زور على الفساد المشكلة كتير كبيرة فإذا نهار الأحد نحنا عم نقول عبر صوت لبنان برنامج نقطة على السطر أنه في مازينيات في أرقام مشبوهة غير قانونية يعني ما في اليوم أي رقم صحيح فيها ما صارت من ثلاث سنوات ليش بدها تتمرر نهار الأحد ولازم القضاء يقول كلمته بهالملف نعم نحنا نحنا أكيد من ناشد القضاء كمان التسريع بهيدا الملف هو كان آخذ وطيرة سريعة وطبيعية ولكن مع الإضرابات اللي صارت من قبل الموظفين ومؤخرا من قبل القضاء صار فيه تأخير بالموضوع نحنا منتمنى أنه الأطباء رغم أنه مجلس النقاب يمصر على تمرير هيدا الميزانيات ويعطوا براءة زمة لليلي صار طيب سنحن يحكي أنه في يوم تقرير أنه ما أبدأ رأيه وفي ميزانيات في أرقام مشبوهة وشاطب قيود وشاطب قيود ماذا لو مررت نهار الأحد هل بتصير غير قانونية يعني ماذا لو مررت نهار الأحد يعني حتى لو مررت نهار الأحد بتبقى غير قانونية بتبقى غير قانونية لأنه القضاء واضع يده واليوم هيدا يعتبر التفاف على القضاء هل يجرب يعمل النائب والنقابة؟ هل يجربوا يعملون؟ هون السؤال وليه عم يعملوا هيك؟ وليش عم يعملوا هيك؟ السؤال لا إلك نائب يعني بتحب تجاوبنا بنكون ممنونينك لأنه هالشي ما بقى مسموح بالنقابات يعني بيطلعوا عبر العلن وبالتصريخات وبالمقالات وعبر المؤتمرات الصحفية بيحكوا عن الفساد ومكافحته مش معقول بنقابة أطباء الأسنان في بيروت يكونوا عم بمرروا ميزانيات يعني فيها فساد شاهد؟ اليوم نائبتنا معروفة إلى زمان بينحكى بفضائح بينحكى بخسير بس ما تدخل؟ مين لازم يتدخل؟ دكتورة إيميلي مين لازم يتدخل بهالموضوع؟ مين؟ مين لازم؟ وزارة العمل؟ وزارة الصحة وزارة الصحة وزارة العمل؟ منبلش من الأطباء كل المسؤولين بقلب النقابة يكون ضميرهم موجود قبل أي حسابات أخرى يكون فيه محاسبة وزارة الصحة القضاء اليوم القضاء واضع يدوا عملف يعني كأنه خيطموا بالشمع الأحمر اللي بدون يجوا يفتحوا هالملف ويمرروا هالأمور هاي دي نعم هني مرروا هالشي بالإعليم ولا بس أرسلوا للأطباء أنه عن الجميع نهار الأحب؟ أرسلوا للأطباء ونشروها بالجرائد بوقتها نعم أنا بدي أشكرك اليوم ضيفتنا رئيسة ندوة أطباء الأسنان في حسب الكتابة دكتورة أميلي حايك على أمل ما يتمرر هالشي إن شاء الله ولو تمرر رح يصير فيه أكيد دعوة ضد هالميزانيات الغير قانونية طبعاً طالما هي غير قانونية والقضاء واضع يده والمدائق مش قادر يعطي رأيه وكل هاي دي الأمور وشطب كيود يعني شو بعد بدنا أكتر من هيك؟ نعم اليوم على الأطباء أنه يعطوا صوتهم يوم الأحد وتكون وقفة كرامة وقفة كرامة لأطباء لأن هيدا الشي بمس فيه شكراً لأيلك رئيسة سابقة لللجنة المالية بنقابة أطباء الأسنان في بيروت ورئيسة ندوة أطباء الأسنان في حسب الكتابة دكتورة أميلي حايك لهالموضوع تتمة يعني شوف شو بدو صير نهار الأحد ونحنا معاولين عليكم أطباء الأسنان في بيروت لمكافحة الفسد أصدقاء المشاهدين والمستمعي رح نتابع نحن ويكون بموضوع المستشفيات ورح نخصص هالحلقة لمستشفى أوتال ديو اللي عنده كتير من البرامج لتساعد المرضى على أنه يتطببوا بزمن عم بيموتوا ببيوتهم وضيفنا اليوم مدير مستشفى أوتال ديو والشبكة الاستشفائية للجامعة اليسوعية نسيب نصر فاصل ونتابع ترجمة نانسي قنقر